الحكومة الامريكية الرئيس الامريكي جو بايدن ومستشار الامن القومي جاك سوليفان طلعته صرحات الاربعة وعشرين ساعة اللي فاتوا قالوا ان فيه خطة امريكية للضغط على مصر واسرائيل ان هم يعملوا safe corridors او ممرات امنة ومنطقة عزلة للفلسطينيين والمدنيين اللي في قطاع غزة ان هم يعودوا في سينة الحقيقة انه القصة لم يصدر اي تصريح من اي مسئول مصري بينفي او بيؤكد رويترز نقلت عن مسئول مصري لم تسميه يعني ما فيش تصريح رسمي لكن قالت مسئول مصري ما قالش اسمه انه يا جماعة لا لسه ما فيش اي كلام من ده الكلام كله دلوقتي عن السيادة المصرية والتعدي عن السيادة المصرية ولا ده ما ينفعش وكلام زي كده فيه اربع سئلة مهمة اوي لهم علاقة بالقصة دي خلينا نقولهم في الفيديو ده السؤال الاول هل التاريخ اثبت ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ساب ارضه وراح نحية مصر في اي عدوان اسرائيلي قبل كده الاجابة لا ما حصلش قبل كده لا في الفين وتمانية ولا في الفين وتناشر ولا في واحد وعشرين ولا في اوة الف واربعتاشر ولا في اي مرحلة ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما تعرض للحرب او للقصف ساب الارض بتاعته وهرب نحية مصر وقال يا جماعة فتحوا لنا سينة كل اللي بيحصل هم بيطلبوا فتح المعبر لاستقبال الجرحة بيطلبوا مساعدات امدالات غذائية او اغاثية او طبية او ان يبقى فيه توفير للماء والشرب لان اسرائيل اطعاها على اهالي قطاع غزة السؤال التاني هل السيادة المصرية هنا هي قرار وطني السلطة المصرية هي اللي بتاخده ولا بيفرض علينا من امريكا واسرائيل يعني هل قرار زي ده لو اتخذ لازم النظام المصري هو اللي ياخده يقول ايوة هنفتح يا جماعة سينة عشان نستقبل اهالينا فلسطين اللي هم جايين لاجئين من الحرب وهربانين ولا امريكا هي اللي تطلع تقول انا بعمل خطة مع مصر الحياة ان ده قرار وطني لازم يكون نابع من الادارة المصرية لا يفرض علينا لا من الولايات المتحدة ولا من دولة الاحتلال الاسرائيلي السؤال التالت هل الاخطر على السيادة المصرية هو المواطن الفلسطيني اللي مقطوع عنه الكهرباء والمية والاكل والوقود والشرب وبيقصف ودنيته متضمره وبيبيده الارض فبيجري نحية المعبر عشان يعدي ويلاقي مكان امن ده الاخطر على السيادة ولا اسرائيل اللي هي عاملة في اتنين مليون واحد كده اللي اتنين مليون واحد دول يا جماعة اللي في قطاع غزة لو ما اتعرضوش لكل اللي بيحصل من اسرائيل ده اصلا مش هيسيبه ارضهم لا هيجوا نحية مصر ولا هيعدوا المعبر ولا هيقربوا من اي حاجة رابع حاجة وده النقطة المهمة جدا هو احنا ايه دورنا اصلا كمصر في الوقت ده دورنا في الوقت ده ان احنا نسمح بعبور المساعدات الانسانية ان احنا نسمح للناس كلها اللي عايزة تعمل مساعدات انسانية تدخلها ان احنا نفتح المستشفيات عشان المصابين يدخلوا ويتعالجوا عندنا ان احنا نسعى لوقف هذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بشكل سريع محدش قال ان دور مصر انها تفتح سينا والله عشان فلسطيني يجو ابدا دور مصر انها توقف هذا العدوان انها تتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي بشكل اكثر حزما انه يا جماعة وقفوا اللي بيحصل ده وانها تفتح المجال للمساعدات الانسانية من معبر رفح ترجمة نانسي قنقر